شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج البروم ومكونات الطاقة المنتجدة التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى المليار دولر تتضمن أولى مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم والذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلورو الفيل الذي تم توقيعه اليوم أيضا مما يعكس رؤية اقتصادية لقناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة فضلا عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة وأكدا أن هذه المشروعات سوف توفر ما يزيد عن 3000 فرصة عمل مباشرة